اشتركوا في القناة أحياكم الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد ضمن هذه السلسلة المباركة والتي تمثل إقدا فيه حلقات تعتني بالأسرة المسلمة وتقوية الأسرة والحث على تماسكها في وقت نحتاجه بل بأمس الحاجة إلى طروحات تعتني وتستهدف الأسرة حتى تتماسك وتقوى ليعود النفع في نهاية المطاف إلى المجتمع وإلى الأمة بأسرها لدي موضوع ضمن هذه السلسلة يتعلق بمسألة القناة وأستفتح هذا اللقاء بقول الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إلى آخر الآيات وقد جاء النهي بعدم مد العين إلى ما متع الله تعالى به الآخرين للنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام في القرآن والمعنى هي الدعوة إلى عدم النظر إلى ما عند الآخر وعدم الاقترار بما لديه وإنما يقنع الإنسان بما عنده والعلماء يقولون هذا النهي وإن كان الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام إنما المراد به أمته صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله سبحانه وتعالى ورباه وصنعه على عينه جل وعلا وتقدس فهو زاهد في هذه الدنيا والدنيا لا تمثل عنده شيء صلى الله عليه وآله وسلم وحينما عجضت عليه رفضها صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول إنما أنا مثل الراكب مثل الراكب مر تحت الشجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف والمعنى إخواني وآخواتي أن في هذا التنبيه لنا جميعا على أن الإنسان لا بد أن يقنع بما آتاه الله جل وعلا ولا بد أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له وهذه قضية من أهم القضايا للأسب الشديد كثير من الأسر التي احتز بنيانها وتصدعت أركانها بسبب عدم القناعة غابت القناعة وغاب الرضا فحلت المشاكل وحلت المصائب على البيت فمن البيوت من بقيت الفتنة فيه قائمة ومن البيوت من انهدمت بسبب عدم القناعة عدم القناعة و المقصود بأن هذه البيوت يعني ليس بالضرورة أن تبنى على الحب فقط الحب أحد أركان هذه الأسر لكن هناك الرضا هناك القناعة و هناك المودة و هناك الرحمة فإذا وجدت هذه المعطيات أصبحت الأسرة سعيدة و طيبة إذا غابت مثل هذه القضايا طبيعي جدا العين لا تشبع العين لا تشبع لذلك في قول الله تعالى لا تمدن عينيك المقصود به البصر لكن عبر بالعين لماذا معنى العين هي الجارحة و المد يكون للبصر لأن العين لا تشبع صدق النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث و لي يملأ فاه إلا التراب و يتوب الله على من تاب و لذلك القناعة إذا حضرت حضرت الخير كل حضرت السعادة أصبح البيت من البيوت السعيدة أما إذا غابت القناعة فمن الطبيعي جدا أن تبدأ المقارنات تبدأ الطلبات تبدأ الله و هذا قد لا يكون بمقدور رب الأسرة و لذلك البيوت يا أخواني و يا أخواتي ليس بالضرورة أنه لابد والله أن تبنى على أشياء مادية و البيوت بل الدنيا كلها أنما تبنى على القناعة القناعة و من المهم جدا الالتفات إلى مثل هذا الأمر و إذا غابت القناعة حلت المشاكل القناعة خلق عظيم القناعة خلق عظيم مهيجه دافعه قادح شرارته الإيمان بالقدر هذا باختصار المؤمن من أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره و شره حلوه و مره قليله و كثيره أنه من الله عز وجل و لذلك الإنسان الذي فعلا تربع الإيمان بالقدر على عرش قلبه يتعامل بعفوية و يتعامل برضا و لا يتطلع إلى ما عند الآخرين هذا المؤمن الذي يعلم بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف عام أما الذي ليس له التفات إلى مثل هذا الخلق و ليس عنده رضا طبيعي جدا أنه سيبقى في حالة استنفار و في حالة استفزاز و يدخل في معارك سواء الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته أو الأولاد مثلا ربما صبر الزوج لكن يحملونه ما لا يحتمل و ربما صبرت الزوجة فتحمل ما لا تحتمل و ذلك إخواني و أخواتي المظلة مظلة السعادة الحقيقية للأسرة القناعة أنك تقنع بما آتاك الله النبي عليه الصلاة و السلام يعلمنا و يربينا و يقول يعني حسب الإنسان في هذه الدنيا مثل زاد الراكم مثل زاد الراكم ما معنى ذلك يعني لو شخص الآن أراد أن يسافر لن يحمل المونة كلها معه سيأخذ مقدار ما مقدار ما يحتاجه في السفر الدنيا سفر الدنيا سفر فحسب الإنسان من هذه الدنيا أن يأخذ بلغة المسافر حاجة المسافر هذه تربية من النبي عليه الصلاة و السلام لنا النبي عليه الصلاة و السلام يضع لنا ميزان في التعامل في قضايا في قضايا الدين و في قضايا الدنيا بل الكتاب و السنة يعني مثلا في قضايا الدنيا عفوا في قضايا الدين في قضايا الآخرة النصوص جاءت ايش؟ بالأمر بالمسارع بالمسابقة بالتنافس يقول الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم يقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يقول جل وعلا و في ذلك فليتنافس المتنافسون نصوص كثيرة كلها إذا جاء ذكر الآخرة و ذكر الأمور الشرعية و أمور الدين سارع فيها و سابق فيها لكن لما جاء ذكر الدنيا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور امشوا في مناكبه ما قال سارعوا في الدنيا أصلا الإنسان ليس بحاجة إلى واعظ يقول له الله الله في الدنيا عليك بالدنيا ما يحتاج الناس أساتذة في هذا الناس يهتبرون كل فرصة من فرصة الدنيا الإنسان يحتاج أن ينبه إلى الآخر و لذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه من نافسك في دينك فنافسه و من نافسك في دنياك فألقيها في نحره قل له خذها من نافسك في دينك فنافسه و من نافسك في دنياك فألقيها في نحره هذا هو العقل هذا هو الأصل الذي ينبغي للإنسان أن يتعامل به النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنظروا إلى من هو فوقك و انظروا إلى من هو دونك فإنه أجدر أو أحرى أن لا تجدروا نعمة ربكم عليكم يعني في قضايا الدنيا لا تنظروا إلى من هو فوقكم انظروا إلى من هو دونك ذلك الإنسان إذا نظر إلى كل من هو فوقه ما تنتهي القضية يعني الآن عندك سيارة مناسبة لك إذا نظرت إلى من هو فوقك عند السيارة أفخم ستسيري سيارة أفخم طيب ما عندك قدرة تحتقترض كنت ساكن في بيت مناسب لك نظرت إلى صاحب فيلا مثلا و تريد أن تكون مثله ما انتهيت و هكذا تتسلسل المسألة و لذلك لا تنظروا إلى من هو فوقكم في أمور الدنيا و انظروا إلى من هو تحتكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم يحصلون لقناعة هذا النظر يورث قناعة يورث طمأنين و راح و لذلك الإنسان حتى في المرض الآن بعض الناس قد يمرض مثلا إذا رأى من هو أشد منه مرضا سكنت نفسه قال الحمد لله قال الحمد لله شخص الآن عنده بيت يعني مناسب له لأسرته إذا نظر إلى هؤلاء الذين لا يجدون بيوتا تؤويهم أعتقد بأنه يقنع يعني يوجد في هذا العالم أناس يتمنى قطعة من رصيف ينام عليها رصيف في الشارع رصيف ما يجد مكان في الشارع ينام عليه و أنت ساكن في بيت فلما تتطلع إلى منه أعلى منك في الدنيا تنكسر عنقك و ينكسر البيت بعد ذلك و هذا هذه قاعدة يجريها الإنسان في حياته في حياته أغلب الناس ملوك في الدنيا لكنهم لا يشعرون يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومك و أنما حزت له الدنيا بحذافيره أتملك كما قال عبد الله بن عمر بن عاص لما قال له رجل أنا عندي زوجة و عندي بيت و قال أنت ملك أنت ملك لماذا لأن الإنسان ما الذي يريده من هذه الدنيا غير هذا الاستقرار و غير هذا هذا توفير هذه الضروريات و الحاجيات فلذلك للأسف الشديد يوجد كثير من الأسر تعاني هذا الفقر أنا أسمي فقر فقر القناعة فقر القناعة ليس عندهم قناعة هم فقر ما عندهم غناذات إنما فقراء للأسف الشديد قلب فقراء نفس و النبي عليه الصلاة والسلام يقول و اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس سبحان الله العظيم القنوع هذا من أغنى الناس الشافعي رحمة الله عليه أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال و اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس يقول الشافعي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سواء صاحب القلب القنوع ملك ولذلك للأسف الآن يوجد أسر يعني مثلا في الإجازات الصيفية في الإجازات الصيفية ترتفع نسبة الطلاق ترتفع نسبة المشاكل الأسرية سبب ماذا أن أسرة متوسطة الحال ما عند صاحب الأسرة القدرة على السفر السياحة مثلا فالأسرة تبدأ تتطلع إلى أسرة أخرى غنية مقتدرة قادرة على شراء التذاكر قادرة على السكن في أفخم الفنادق هذا قدرها والله عز وجل رزق هذه الأسرة فتأتي هذه الأسرة سواء الزوجة أو أفراد الأسرة فيلجئون الأب إلى قضية الاقتراض مثلا أو أن يحمل ما لا يحتمل ثم بعد ذلك تصبح لعنة على هذه الأسرة لأنه ما قنعوا لأنه ما قنعوا غابت القناعة فحلت الأنانية والذاتية و لا يلتفت إلى ما يتحمله الأب من المهم جدا يا إخواني و يا أخواتي أن تكون القناعة حاضرة القناعة هي أن تؤمن بالقدر بمعنى أن تعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير و أن الله تعالى حلق كل إنسان و قدر له قدر رزقه و أجله و شقي أو سعيد هذا قدر الله سبحانه وتعالى قدر ما يتغير القدر لن يتغير أبدا و قد يكون من القدر بدل الأسباب اللي يحصل فيها تغير مثل الدعاء الدعاء و القضاء يعتلي جاني في السماء لكن المقصود لما أؤمن بالقدر هذا يوفر لي أرضية للقناعة أبني عليها بعد ذلك جميع أمور أمور حياتي الحديث له بقية لكن إن شاء الله ألتقيكم بعد هذا الفاصل فانتظروني حياكم الله إخواني و أخواتي كان حديثي قبل الفاصل فيما يتعلق بقضية القناعة و كيف أن أعظم سبب من أسباب وجود القناعة الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر لأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا و خلق كل شيء فقدره تقدير قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادر وجئت على قدري يا موسى آيات النبي عليه الصلاة و السلام كما عند مسر من حديث عمر قال جبريل لما جاءوا في سورة العراب قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكتي و كتبه و رسوله و اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره و شره الإيمان القدر بأنه لن يأتيك إلا ما قدر الله لك و الله لو اجتمع من في الأرض على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لن ينفعوك بشيء و لو اجتمعوا على أن يضروك أو يسلبوا منك شيء لم يقدره الله و الله لن يستطيعه جفة القلم و طوية الصحف هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الرضا بالقضاء هذا الأمور المقضية هذه جنة جنة القلب جنة الصدر الرضا بالقضاء أن تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى رزقك و أحوالك أحوالك هذه كلها بقدر الله عز وجل لا بد أن ترضى و لأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة متعجبا يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير و ليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ما بين الصبر و الشكر هكذا يعيش المؤمن يصبر و يشكر لماذا؟ لأنه مؤمن بالقدر و راضي بالقضاء مسألة أخرى لا بد أن تعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير و أن أفعال الله جل وعلا على الحكمة سبحانه لأن ما يمكن أن يتصور بأن يعني بأن أحكام الله جل وعلا هكذا عبث لا تعالى الله و سبحان الله هي فيها حكم من الناس من لا يصرح معه إلا الغنى لأنه لو افتقر لكفر من الناس من لا يصرح معه إلا الفقر لأنه لو اغتنى طغى طغى و أنتم تلاحظون نحن أبناء الواقع نحن لسنا مفصولين عن المجتمع شوف بعض الناس فقير كان من أهل الصفوف الأولى في المسجد من أهل ذكر الله من أهل القرآن لما حرص على الغنى و أغناه الله سلب الإيمان مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة و السلام ذهو و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به قال لا هذا مال إنما ورثته كابرا عن كابر كان يلقب بحمامة المسجد أصبح لا يحضر الصلاة هذه حكمة الله عز وجل لذلك أنت لابد أن تفسر كل حدث يمر عليك في حياتك تفسير إيماني و أن تقول بأن الله تعالى الذي خلقني هو أدرى بما يصلحني أحيانا يا إخواني يا أخواتي العطاء يأتي في صورة منع يمنعك ليعطيك يمنعك ليعطيك فلابد أن المؤمن يفسر هذا تفسير إيمان لابد للمؤمن أن يعني يتعامل على وفق الحياة التي يعيشها أن طبيعي الإنسان أي إنسان فيه ما يسمى بالتجاوز الحد الغلو المبالغة حتى في الحياة المعيشة الدنيوية الحياة الأسرية كل شيء له حدود تجاوزت الحد انقلبت الأمور عكسية أصبحت متضررا فلابد أن تعيش في المثل عندنا العام يقولون مد رجليك على قدر اغطاك عندك غطة بطانية أو شيء قصيرة مد رجليك على قدها كذلك حياتك أنا مرت عليه حوادث والله مؤلمة أشخاص ماتوا خلفوا قروضوا ديون سببها ما هو مثل هذه المبالغات مثلها عدم القناعة باختصار ما كان قنوعا أو أسرته ما كانت يعني يعني تتوفر لديها القناعة حتى وصل الحال بوالدهم أن يتحمل هذه الديون ليلقى الله عز وجل محبوس بهذه الديون محبوس بهذه الديون لذلك يا أخواني و أخواتي القناعة جنة القناعة جنة الرضا جنة يعيش فيها الإنسان و يستظل بظلالها فمن المهم جدا أنك تعلم بأن هذا قدر الله عز وجل الله عز وجل قسم الأرزاق قسم الأخلاق يقول النبي عليه الصلاة و سبحان الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم و إن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب ما في أعظم فوز مثل أن توفق إلى دين الله عز وجل أسألكم بالله أليست الدنيا الآن يشترك فيها جميع الخلق الآن قد يكون غير المسلمين أو فرحض بهذه الدنيا لكن هل هذا يدل على أن الله راض عنهم أن الله لا يرضى عن القوم الكافرين لكن هذا ليس هو المعيار و ليس هو المقياس و ليس هو الميزان الميزان يوم أن يهديك الله للإسلام يوم أن ينفقك الله للإيمان يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لذلك القناعة هذه في واقع الأمر إذا توفرت فإن هناك أرضية صالحة للسعادة يبنى عليها أما إذا غابت القناعة فلا تسل عن هذا البيت تأصف به رياح الفتنة يمينا و يسارا و هذا شيء مجرب و واقع أغلب الناس و سبحان الله كما ذكرت لا سيما مسألة الإجازة و تطلع الناس إلى الآخرين و كذا حتى في القضايا الحياتية يعني الأسأل الشديد حتى بعض الناس الآن تجد تزوج امرأة صالحة طيبة و كذا لكن بسبب يعني تطلعه إلى الأخريات أصبح غير مقتنع بزوجته هنا يحضر الشيطان و ربما تكون صوامة قوامة عابدة يعني أتت له بأولاد صالحين هنا يأتى الخطر لما يبدأ يتطلع و يقارن و لا يقنع بما آتاه الله عز وجل و أيضا في المقابل العكس قد تكون المرأة لا تقنع بهذا الزوج الخير الصالح الذي وفر لها جميع أسباب السعادة بسبب تطلعها حينما عصت الله سبحانه وتعالى و لذلك إخواني و أخواتي القناعة شيء مهم القناعة ليست كلمة أو شعار أو عبارة أو دعوة القناعة واقع نكتقنع بما آتاك الله عز وجل إذا وجدت القناعة وجد الخير القناعة مغناطيس يجذب السعادة الراحة يجذب المودة طبيعي جدا إذا ذهبت القناعة تولدت الشرور تولدت الشرور لذلك نجد النبي عليه الصلاة و السلام لما يعني تسأل زوجاته عن حياته كان قنوعا عليه الصلاة و السلام يعني يقول يكفي أن يكون يعني زادوا أهل آل محمد قوتا القوت الذي يقتات الذي يقيم الأود يكفيهم هذا النبي عليه الصلاة و السلام يقول ازهد في الدنيا يحبك الله و ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس طبيعة النفس البشرية ما تحب كثرة السؤال و التطلع على ما في يدها إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما أيديهم فازهد فيما في أيديهم لا تتطلع إلى ما في أيديهم إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فازهد في الدنيا الزهد في الدنيا سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى ولذلك أخواني و أخواتي من المهم جدا أن نستدعي القناعة من المهم جدا أن نتخلق بخلق القناعة من المهم جدا أن نربي أولادنا على القناعة حتى يكون سلوك لديهم الآن نحن نعيش للأسف واقع مؤلم أصبح الآن كثير من الأولاد بدل أن يكونوا عوناً لوالديهم أصبحوا إبءاً ثقيلاً بسبب هذا النظر و هذا العدم القناعة و التطلع إلى ما في أيدي الآخرين خاصة الأولاد الذين يحرصون على مثلاً الأجهزة الذكية الألعاب الإلكترونية أنا أعرف أشخاص اقترضوا لأجل توفير مثل هذه الألعاب لأنهم سقطوا أمام العاطفة الأبوية ما استطاع أن يتحمل أنه يمنع ابنه أو لا يوفر لابنه مثل هذا الشيء و إن كان قد يكون مضراً به أو لا يكون مضر لكن كلفه ذلك مثل هذه الخسائر و السبب عدم القناعة لابد أن نربي أنفسنا و نربي أسرتنا على قضية القناعة و أنا أجزم يقيناً أن العامل الأقوى في الأسرة في قضية القناعة هي الأم هي الزوج أنا أجزم علىها لأن أغلب الحالات اللي وجدت في دنيا الناس تجد بأن الأم اختل ميزان القناعة لديها فأصبحت للأسف الشديد قد تحرض بلسان الحال و ليس بلسان المقال و قد لا تقصد الأولاد على قضية الطلب طلب الأشياء مقارنة بالآخر بيت فلان عندهم بيت عمي عندهم بيت خالي بيت خالتي فلان مثلاً لديه كذا هذا كله يسبب تراكمات خطيرة لدى أرباب الأسر ربما ينفجر الوضع و يحصل انكسار خطير نبي عليه الصلاة و السلام سيرته جميلة و رائعة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم كان علي رضي الله عنه يقول الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك رزق تطلبه اللي أنت أمرت ببذل السبب و رزق هو الذي يطلبك و الله لو كان الإنسان في بطن جبل و رزقه في فم الأسد و الله لأته مدام أن الله تعالى قدر عليه ذلك لكن أهم شيء القناعة طبعاً أنا لما أقول القناعة لا يفهم من هذا دعوة إلى الكسل دعوة إلى التواكل دعوة إلى عدم العمل و الإجتهاد عدم الترقي مثلاً لا 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 الإنسان يسعى و يبذل و لا بأس من أن يحسن من معيشته يحسن من وضعه الاقتصادي لكن أنا أتكلم على وضع معين إذا غابت القناعة فيه حلت المأساة إذا غابت القناعة فيه حلت المأساة و لذلك أرجع و أقول يا إخواني و يا أخواتي من المهم جداً أن تتوفر القناعة لدى كل فرد من أفراد الأسرة من المهم جداً أن تكون القناعة هي الأرضية التي يبنى عليها من المهم جداً أن يكون كل فرد من أفراد الأسرة لديه القناعة و أن يقف الجميع أمام من يحاول أن ينتزع هذا الخلق من بقية أفراد الأسرة لأن عدم وجود القناعة مؤذن في واقع الأمر بذهاب الأسرة أسأل الله تعالى أن يوفقني و إياكم لكل خير و أن يدلنا على ما فيه الرفعة في الدنيا و الفوز في الآخرة إن ربي قريب سميع مجيب الدعاء ألتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم من على خير السلام عليكم و رحمة الله و برحمة الله